السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد اللي شافت معنا فيديو اي بي كيو 12 هيعرف ان احنا اشتغلنا فيه على البحث التقريبي والبحث التطابقي باستخدام الباور كويري و شفنا كمان مع بعض مثال ازاي اعمل بحث من داخل قائمة اسعار متغيرة ازاي يجيب السعر المناسف داخل قائمة اسعار متغير كل فترة و كمان ازاي يجيب الخصم المناسب من داخل مصوفة الخصم الخاص بالكميات و في نهاية الفيديو قلنا عشان نراجع الحل اللي عملناه باستخدام الباور كويري عايزين نرجع نعيد نفس الحل تاني باستخدام دوال الوركشيت او دوال الاكسل العادية و ده اللي النهاردة هنعمله بالزبط فهنشوف مع بعض ازاي ممكن نستخدم الاكس لوكاب و كمان الفلتر مش بس اكس لوكاب عشان نعمل بحث تقريبي و طبعا دي ممكن تبقى حاجة يعني مش قوان قوي لكن هتشوف ازاي ممكن تشتغل معك بشكل كويس قوي و خصوصا ان احنا نستخدم نفس التكنيك اللي استخدمناه و نحن بنستعمل تابل و سيلكتروز داخل الباور كويري كمان و احنا ماشيين هنشوف فانشنز تانية زي تشوز روز و هنستخدم معنا كمان سام افس طبعا لو مشوفتش فيديو اي بي كيو 12 هتلقيني سايدبك دلوقتي حالا لينك هايزر على السكرين دلوقتي حالا تستخدمه علشان تروح تتفرج على فيديو اي بي كيو 12 و بعدها ترجع تكمل الفيديو ده لو انت مهتم ان تشوف الحل كمان بالباور كويري لو انت مش مهتم و هنشوف حل عطول باستخدام المعادلات او الدوال ممكن عطول تتفرج على الفيديو ده نفيش مشكلة نروح و نحاول نفتكر المثال مع بعض تعالوا نفتكر مع بعض المثال بت filingofp الجدول الاول ُ كل سطر او كل صف من الجدول ذه يمثل عملية من عملات البي argue الجدول لهها ٥ أعمده العمل الإسم معلومة التاريخ ما حصل بعد هذه التواريخ عندنا موجودة في ثلاث شهور من يناير لحد مارس 20-23 المعلومة اللي بعد كده عندي عمود بيوريني تجميع الشهر مع السنة علشان اقدر اعرف كل شهر بشكل مستقل وبعد كده عندي الكميات المباعة في كل عملية بيع او في كل سطر من سطور جدول المعاملات او الترانزاكشن تيبل كمان عندي قائمة اسعار قائمة الاسعار دي فيها ثلاث اعمدة الاول عندي اسم المنتج فطبعا عندي منتجين اللي انا ببيعهم واحد واثنين كمان عندي مجموعة من التواريخ لو عديت عدد سطور الجدول هتلاقيه 18 وانا عندي ما بيعاد 3 شهور معنا كده ان انا بيحصل تقريبا تغيير للسعر 3 مرات كل شهر وهتلاقي طبعا مع كل تغيير في سعر جديد ممكن احيانا يقله احيانا يزيد مفيش مشكلة الجدول التالت هو جدول الديسكاونت او خصم الكمية وزي ما احراك شايف العمود الاول هو المنتجي كوانتي او الكمية الشهرية ليه الكمية الشهرية لان الخصم بيتحدد على حسب المبيعات الشهرية اللي حصلت مش على كل ترانزاكشن لوحدها يعني مثلا الراجل اللي اشترى في اول سطر هنا 475 وحدة مش معنى كده مش هيقود خصم لو تجميع الارضرات بتاعته في الشهر كله عدى الالفين هياخد خمسة في المية طبعا على كل منتج لوحده فلو عدى الالفين ياخد خمسة في المية لو عدى 4000 ياخد سبعة ونص في المية لو عدى 6000 ياخد 10 في المية وعدى 8000 ياخد 12 ونص في المية طبعا مش محتاجة اقولك ان انا محتاجة احسب قيمة الايراد بالنسبة لكل عملية بيع وده اتطلب حاجتين اول حاجة اجيب السعر المناسب حسب التواريخ وحسب المنتجات من قائمة الاسعار وبعد كده اجيب الخصم المناسب حسب الكمية الشهرية اللي اتباعت لكل عميل على حدى طبعا انا كنت الفيديو اللي فات الفيديو APQ12 عملنا نفس القصة دي كلها لكن باستخدام الpower query وده كان النتيجة اللي طلعناها عايزين بقى المرات اللي نجرب نعملها باستخدام الworksheet formula وبعد كده في اخر الفيديو نقارن الrevenue اللي طلع من هنا والrevenue اللي هطلع من هنا ونشوف اذا كنا اشتغلنا بشكل صحيح هدفنا كان الاساسي نحن نراجع على الpower query وكمان نتعلم ازي ممكن نعملها او نشوف افكار جديدة ازي ممكن نعمل حاجة كده باستخدام معادلات الexcel او الworksheet functions انا قلت مكان لكي اضع فيه المعلومات اللي نريدها طبعا في البداية سأجيب السعر وبعد كده سأجيب السعر وبعد كده سأجيب السعر وستخدم السعر ودسكونت مع الquantity عشان احساب الrevenue طيب عشان اجيب السعر عايز اجيب السعر المقابل لكل صف من الصفوف دي يكون موجود فيين موجود في الجدول بتاع الاسعار او الpreis list طبعا انت ممكن تتوقع ان استخدم شيء مثل X Lookup او V Lookup او شيء مثل ذلك لكن انا الصراحة سأستخدم فلتر ونرى كيف سأقوم بعمل اكتف فلتر ونبدأ اكتف فلتر اول طلب يريد مني الاري الاري ممكن يكون جدول price list بالكامل لكن انا سأختار منه عمود واحد فقط سأختاره كيف سأقوم بعمل هوفر بالماوس فوق الكولوم من فوق سأجد ساهم اسود سأختار عمود بالكامل وإن اضافر جدول بقليل فهملا بار او جدول السل ستجد سيجد سيجد جدول وينجد سيجد 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 العمود وذلك سأقوم بعمل الثاني الممكن ان تقوم بعمل الشرط التصفية انظر ان العمود لنا محتاجه الشرط الاول مرتبط بالكامل والشرط الثاني مرتبط بالدات لكن سأبدأ بالكامل ونرى كيف سيحدث فأول شيء نريد ان ارى بمستور إذا سمحت العمود بتاع البرودكت ده سأختاره يجب أن يكون يساوي مين؟ يساوي القيمة اللي موجودة في القرم بتاع البرودكت في جدول المعاملات أو في Transaction Table سأقفل قص بتاع فلتر ودوس انتر سيجيب لي كل الأسعار المرتبطة بproduct mean product 2 لو حاولت كده بعينيك ادي هو product 2 اللي اخترته اول مرة ولو حاولت كده بعينيك هتلاقي هو product 2 اول سعر 22 ده اللي جالنا فعلا وراء مين وراء 20 وهكذا لحد الاخر يبقى هنا كده استبعد product 1 وجاب لي كل ما هو مرتبط بproduct 2 طبعا خد بالك ان حصل spill يعني ايه spill يعني حصل تمدد لنتج المعادلة نزل على حوالي 9 سطور ليه لان فلتر طبعا دي من معادلات الديناميك الري وبتعمل spill بشكل تلقائي طب عايز زود شرط تاني تعال فكر الشرط التاني سيكون مرتبط بالتاريخ وعايز أقول له دايما التاريخ اللي موجود اللي عادي تترجعهولي من هذا الجدول ده لازم يكون اقل من او يساوي التاريخ اللي موجود في جدول المعاملات عشان اضيف شرط التاني محتاج الاول افكر في حاجة هل انا محتاج اضيف شرط مع اور ولا شرط مع عند يعني ايه مع اند hairs معا Hundred يعني وا معناها محتاج الشرطين يتحققه لو اور يعني اي من الشرطين يتحققه في الحالة نحتاج الـ AND يعني لازم الشرطين يتحققه لن نقوم بعمل هذا المعدد فلتر نقوم بإددت ونفكر نقوم بإمكانك ستجد أنه لدي الشرط الأولاني تجد شرط أخرى يجب أن أضع كل شرط على بعضه جوهة قوسين يجب أن أفصل كل شرط عن الثاني جوهة قوسين فأضع الشرط الأولاني ونقوم بإمكانك قوس ونقوم بإمكانك قوس في الآخر وبعد ذلك أقول أنه لو أريد أن أقوم بإمكانك حيث أقوم بإمكانك اللحافية الضرب ثم سأتجد شرط أ дальم تجد شرط هتلاقي التاريخ كان واحد واحد ما عنديش غير سعر واحد بس للبروكتوف واحد واحد اللي هو 22 فهو ده السعر المناسب فعلا طيب تعال نجرب كده ننزل تحت شوية بنفس المعادلة دي ونشوف إيه اللي هيحصل تعال نتقدم بالتاريخ حبة عشان نشوف هل هيجيب أسعار تانية اللي هو سعر واحد بس فتعال مثلا هنا هتلاقي أنا عملت كوبي المعادلة هنا وهتلاقي جاب لي كم سعر تاعة أسعار ليه جابية أسعار المعاملة دي امتى المعاملة دي موجودة في 28 يناير سنة 23 على المنتج رقم واحد لو رجعت كده وطلعت فوق عشان نشوف الوضع عامل ازاي لو بصيت معايا هتلاقي ان أنا عندي لغاية يوم 28 عندي سعر في يوم 22 وعندي سعر كمان قبله في يوم 15 وعندي السعر الأولاني كان موجود في يوم 12 كل ده مرتبط بالمنتج رقم واحد بالنسبة لي وهذه الأسعار التي كانت موجودة قبل يوم 28 يناير وننزل تحت ستجد فعلا الأسعار التي جابها لي 12 و 14 و 13 وطبعا هذا ليس لنفع معايا أنا أحتاج سعر واحد بس لكل معاملة وبالتالي يجب أن أختار آخر عنصر موجود في لسلة الأسعار دي فتعالي نمسح ده ونخرج فوق خالص ونحاول كده نعمل تعديل جوه او المعادلة لكي نأخذ منها لحد الآخر لو انا حبيت اجيب آخر صف في الجدوة المعين سأعمل كده باستخدام فونكشن تانية اسمها choose rose تعالي نفتح الفورمولا بار شوية وتعالي نقف قبل فلتر دي وعشان نقف اكتب براحتنا هدوس على alt مع enter فانازل سطر جديد وحقف هنا وابدأ اكتب الفونكشن دي اسمها choose rose وتعالي نشوف اول طلب طلب بني array ال array هاللي خارجه من filter function وبعد كده هقف في الاخر واخد قمة ونشوف ايه الطلب التاني الطلب التاني عايز مني رقم الro واخد بالك ممكن احط رقم رو مرة واثنين واثنين واثنة واربعة يعني ممكن اختار اكتر من رو طب رول انا عايزه يرحمه كام صراحة انا ما عرفش ممكن يكون الرو الاول ممكن يبقى الثاني ممكن يبقى الثالث لكن في كل الاحوال هو الرو الاخير هو اخر رو عشان اقول له انا عايزك تجيب الرو الاول بس من الاخر هحط من الاخر كده هيفهم ان انا عايز اجيب الرو الاخير واقف القوس ودوس enter طبعا هنا ما تغيرتش لكن لو اخدت المعادلة دي لغاية تحت خالص هتلاقي ان ما فيش ايرز واعتقد ان هو كده جاب الاسعار بشكل صحيح عشان نجيب الدسكاونت محتاجين الاول نعم عمية التجميع خد بالك زي ما اتفقنا انه المنثلي كونتثي ده بيتكلم على المبيعات الشهرية يعني لازم اروح ادور مثلا على كاستمر 1 مع بروتكت 1 مع شهر يناير ابدأ اجيب كل السطور اللي فيها الكريتيريا دي متحققة فمسلا اروح هنا كاستمر 1 بارضه مع بروتكت 2 مع شهر يناير ادور جوه الجدول كله واجمع كل السطور اللي بالشكل ده واشوف اجماليهم كام وبعد كده ابدأ اقارنهم بالمنثلي كونتي عشان اختار السعر المناسب يبقى اول خطوة عايز اعملها عمليه التجميع واحسن حاجة ممكن تعملي تجميع سام افس لاني هكتر من شرط للتجميع اكتر من خاصية اكتر من كرايتيريا للتجميع يبقى هستخدم سام افس هكتب اكل وابدأ اكتب سام افس وبعدين هبدأ امشي مع الخطوات واحدة واحدة اول حاجة سام رينج اريد اجمع ايه؟ اريد اجمع الكونتي ساختار عمود الكونتي وبعد كده بالترتيب عندي ثلاثة كرايتيريا وثلاثة كرايتيريا رينج الكرايتيريا الرينج الاولاني الكاستمر السامب الكرايتيريا هو اول صف ورينج بعدين بعدين نضع الكون الم Bernice ومن الدقاؼ من الفجان الخاص سامن الخاصيات اخرى من اول صف وبعدين للعرض الخاصية التالتة سيكون المرور et Echo واحتفالب لان تمو fromaya وهكفي القوص سأقفر القوس ودوس انتر ستجميع فعلا عندي عملية تجميع لو رجعت حتى تجميع هذه التجميع مزبوطة 100% طيب انا كده اقدر اجيب المبيعات الشهرية بالنسبة لي المنتج مع الكاستمر مع الشهر لكن انا اريد ان ادور على الدسكاونت لكن قبل ان اجيب الدسكاونت نفكر مع بعضك الاول ال 5973 ديئ المفروض تجيب لي دسكاونت قد ايه الرقم اللي قدامنا هو 5973 ومتعال نروح نبص على الجدول بتاع الدسكاونت ونشوف ده بيقع فين بالزبط ده بيقع ما بين ال4000 وال6000 يعني معادي ال4000 بس الوصول ال6000 يبقى اكيد الخاص بالمناسب لي هو ال7.5 في المية زي ما اتفقنا هنستخدم حاجة زي ال X Lookup وحنستخدم معها كمان approximate match ليه؟ عشان انا عايزين بحث تقريبي طبعا نخد بالك اهو ال5900 وحنستخدم بحث تقريبي والبحث التقريبي لازم يروح نحنة الحاجة الاقل فعايزه يدور على اقل قيمة ممكن يلاقيها تكون قريبة من القيمة اللي انا بديهاله عشان يرجع لي بعد كده ال7.5 في المية فتعالا نكتب مع بعض نخش نعدل كده في المعادلة الموجودة دلوقتي نفس الكلام ممكن برضه اخد ALT مع ENTER علشان من فوملا بار عشان اوسع لنفسي واكتب مثلا ايه وحيطلب مني اول حاجة وحيطلب مني اول حاجة وحيطلب مني اول حاجة وحاجة في الاخر اعمل واشوف طالب مني ايه بعد كده طالب مني اللوكاب اري ادور على الفاليو دي جوه ايه طبيعي جوه الVolume Discount Table لكن في العمود اللي اسمه ومانتلي كوانتتي وحيطلب مني ديسكاونت باسم التابل وقادي مانتلي كوانتتي ممكن برضه هنا اقف هنا قبليها مع ALT مع ENTER علشان انزل سطر جديد وابقى شايف المعادلتين منفصلتين شوية او الفانكشنز مش صحيحة على بعضيها قوي وبعد كده اعمل كاما نشوف الطلب اللي بعد كده بيقول لي return array لما لاقي القيمة اللي انت عايزة ارجعلك ايه برضه هيرجعلي حاجة من داخل بس المرة هيرجعي ديسكاونت نفسه فهختار عمود ديسكاونت وبعد كده كاما جميلة جدا لانها بتسألك لو ما لقيتش الفاليو اللي انت عايزها ارجعلك ايه لو ما عرفتش اجيب اي حاجة من اللي انت محتاجها من جوة الجدول ارجعلك ايه بالزبط فحاول لو سمحت ترجعلي صفر معنى كانت مش هيبقى فيه ديسكاونت وطبعا ده هيكون بالنسبة للناس اللي اشتريت اقل من الفين بعد كده هعمل كاما زي ما اتفقنا محتاج احدد الماتش مود هل هو بحث تقريبي او هل هو البحث تطابقي فحياتنا قلنا تقريبي وكمان مش تقريبي وبس كمان عايز ارجع لورا يعني اصغر اروح للقيمة الاصغر وزي ما انت شايف بيقولك اجزاكت ماتش او نكت سمولر ايتم فحكتب مينس ون وقفل القوس ودوس انتر جابلي رقم كويس قوي اهو السبعة ونصف في المية زي ما احنا شفناها مع بعض دابل كليك عشان انزلها لحد الاخر وكده فاضل اخر خطوة بمنتهى البساطة ممكن اضرب الكوانتي في البرايس في واحد ماينس الدسكاونت عشان احسب الريفنيو الخطوة الاخيرة حزبة الريفنيو هدوس ايكول عايز الكوانتي لو سمحت اضربها لي في البرايس واضرب لي الاثنين في واحد ماينس الدسكاونت افتح قوس واكتب واحد ماينس واكده اختار دسكاونت واقف للقوس وادوس على انتر حياتي رقم الريفنيو لكن يستحسن ان انا قبل القصة دي كلها ارجع واستخدم راوند فانكشن عشان ما يعمليش علامات عشرية اكتر من اثنين واستخدم راوند وفي الاخر اعمل واكتب اثنين واقف القوس وادوس انتر كده الريفنيو ده جاهز اقف في الاول هنا واعمل دابل كليك عشان يبعدوا لحد الاخر مفاضل ان انا نعمل مقارنة عشان نشوف اشتغلنا صح ولا لا طبعا نفيذ طابق احتمالات ان احنا كنا نشتغلين صح هتكون كويسة قوي وبعد كده ممكن انت تاخد راندم شاك على واحدة واحدة سنزل تحت خالص انا اريدك التعامل طلع كام؟ واحد تمانية اربعة واحد اثنين واحد خمسة و تاتة وتسعين ارش تعال كده على اليمين التوتل التاني تقريبا هو هو فرق سبعتاشر ارش اعتقد ده بسبب الراوندنج وبعد كده لو حاولت تعمل مقارنة على لين باي لين لكن طبعا لازم تراعي انك تعمل صورت لانك لو عملت الصورت الترتيب اللي خارج من Power Query مختلف عن الترتيب اللي كان موجود اصلا في الجدول لكن انا اعتقد انا اعمل الصورت ده فتعال نجرب هاقف هنا و اقول لو سمحت هاتلي ده مينس ده اللي خارج من الجدول ده مع اللي خارج من الجدول ده ونشوف كده هتلاقي ان في بعض السطور هيكون فيها حاجة زي ارش او حاجة فرق انا كده خدت منها انا كده نعمل فلتر ونشوف ايما سيحصل لما فتحت الفلتر ده هتلاقي بعض القرش تعالى كده نختار اعتقد كلهم هيبقوا عدد صغير قوي مجموعة من الترانزاكشنز فيها فرق قرش اعتقد ده بسبب موضوع الراوندينج لكن في النهاية ممكن تتجاهله لانه فرق صغير جدا وغير مؤسر يبقى انا اقدرت اعمل نفس الحاجة عن طريق الوركشيت فورمولا وعن طريق الpower query احنا كده خلصنا حال المثال لكن في سؤال محتاجين نجاوب عليه او محتاجين نفكر فيه مع بعض وهو امتى استخدم power query وامتى استخدم دوال excel العادية يعني مثلا مثال مثال نهاردة كان الافضل اشتغل power query ولا كان الافضل اشتغل على الدوال العادية الحقيقة انا اعمل الفيديو قصير اوي هينزل بعد يومين ثلاثة كده بيتكلم على الموضوع ده بيحاول بس يفتح معك موضوعات ازاي نفكر في الموضوع ده ازاي لما تجيلي حاجة ازاي افكر ده الافضل يشتغل على power query ولا الافضل يشتغل على الدوال العادية انتظروا الفيديو ده هيكون زريف وقصير مش اخب منك وقت كتير ولو عجبك الفيديو ده لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة واسب لي تعليق وعمل شير او شارك الفيديو واشوفكم الفيديو الجاي شكرا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته